اشتركوا في القناة وكيف تلتقطوا الصورة والدكور والملابيس والأكسسوارات والإضاءة هذا هو الذي يهم بشكل قوي المتلقي بالفعل لديه أهمية الجانب التقني ولكن الأساسي بالنسبة لنا هو الخطاب هو الحمولة الفكرية للمنتج ما يريد أن نقول للناس ما هي الأهداف المتوخات من وراء هذا المنتج نحن لدينا واحدة استراتيجية نريد أن نحققها استراتيجية التنمية استراتيجية البناء لدينا والله الحمد واحد مجموعة الأوراش في مجال البنيات التحتية اللي هي غادية في واحد الاتجاه التصعودي ولكن نريد أن تواكبها البناء دي العقليات البناء دي الفكر الناس اللي يريد أن يعرفوا بأنه عندهم مسؤولية تحتهما لكي يساهموا في البناء إذن نريد أن نعطيهم حويات التي يدخلوها لكي يمكن أن يجدون أن يخرجوا لكي يجدون أمور التي يتعاملون بها في حياتهم إذن نريد أن الأمور تكون واضحة نريد أن نتكلمون لهم عن التاريخ نريد أن نكونوا عارفين ما هي الأمور التي يريد أن نفهمها فيه لكي يمكن أن نفهموا الحاضر دينا ونزيدوا بالمستقبل دينا الأمام مع الأسف كان بعض الأعمال اللي هي ما تقدرش تصنفها ولو أنك تبغي تعطيها ديك طابع ديال التاريخ مثلا في القناة الثانية عندنا واحد المنتوج عبارة عن مسلسل اسمه حبال الريح المجتمع المغربي بالفعل أنه محتاج يتعرف على التاريخ دياله لأنه إذا فهمنا التاريخ دينا يمكن أنه تعطينا هذه المادة التاريخية إمكانيات لكي نفهموا أكثر الواقع دينا وندفعوا بالمستقبل دينا إلى الأمام ولكن هذه القراءة ديالتاريخ دينا يجب أن تكون موضوعها في الزمان وفي المكان الشخصيات التي نتكلم عنها إذا كانت بالفعل التاريخية يجب أن نعرفها كيف هي قائد في واحد الفترة التاريخية معينة واش عاميل واش شخصية فقيه أو علامة مع الأسف أننا كان نشوفوا بعض الأعمال اللي هي كتوهمنا بأنها كتتكلم على التاريخ ولكن في الحقيقة ما كان عارفوش الأمر كيتعلق بش من شخصيات تاريخية ناس اللي هم عبارة عن أشخاص داخلين في إطار نسق ديال واحد الحكاية اللي فيها بالفعل واحد الصراع وفيها واحد توطر واللي كيمكن تخلق لك واحد النوع من الفرجة والمتابعة واحد النوع من الإحساس بأنه ينموت الترفيه ولكن هذا الترفيه يجب أن يكون مرتبط بالفائدة مرتبط بالإخبار مرتبط بالتتقيف يجب أن نفهموا هذه الشخصيات بالفعل في ما من زمان وما من مكان لماذا؟ لأنه كانت تعطيني واحد الملابيس عندها واحد الطابع تاريخي واحد الفضاء اللي كان نمسو فيها الأريج والعبق ديال واحد التاريخ مغربي عارق شيء جميل ولكن ما فيها بس أننا نربطوا هاد المواضيع بتاريخ بحكايات اللي يمكن أننا نستفدو منها بعبار ماش يتبقى عبار عن أعمال فانتاستيك فانتازية يعني ما عندهاش واحد الدلالة يعني ما عندهاش قيمة هالمعرفية مع هادا ذيك الحكاية بحل ديالالف ليلة وليلة أو حكايات أشخاص اللي هما فقط الهدف منهم أننا نتكلموا على شيء حاجة غير باش نجدبوا المتلقع لمستوى الملابيس والديكور وبعض الحكايات الخرافية كيمكن أننا نتجاوزوا هاد النوع ديالأعمال اللي ما فيه فائدة ديالناس وليما هو أرقى وأعلى درجة لو أننا مادم خسرنا الفلوس را خسرنا الفلوس راكينا مثلا واحد الميزانية كبيرة مرصودة لهاد الأعمال يعني استطعنا باش نعاودوا تكوين ديال المشاهد على المستوى البناء ديال على المستوى الملابيس إذا استطعنا باش نعاودوا نبنيوا تاريخ على المستوى ما هو بصري إذا لماذا لا نعاودوا نبنيوه على مستوى المضمون على المستوى الحمولة دياله على المستوى الحكاية ونتعاملوا مع أشخاص اللي نعرفوا الناس بتاريخهم بواقع ديالهم قديم كانت كتمرت فيه واحد المجموعة ديال الأمور اللي باغي الناس يعرفوها لأن التاريخ مهم وكيدخل في إطار التتقيف وفي إطار بناء ديال الوعي بالحاضر مسلسل ديال حبال الريح اللي هو برغم ما يمكن أننا نستقبلوه من إعجاب ومن نوع من البهار على المستوى الإمكانية المالية المرصودة فكنضن أنه كان منفرض أننا نشتغلوه على مادة تاريخية الحمد لله لكاتب ديال السيناريو ديال الحوار ما دم عنده هد القدرات باش يصغن هد الحكاية بحل هد الشكل فهو كنضن ما غد تكونش كتخونه لإمكانيات المعرفية والتقافية والفكرية باش ينسجن الملامح ديال واحد الفترة التاريخية اللي يمكن أننا نربطه من خلالها الحاضر بالماضي ونستفدو لأن هد المواد التاريخية مقبولة وسبقنا قمنا بواحد مجموعة ديال مقبولة المتلقي الان عندنا هذه الإمكانيات إذا لماذا لا نستغلها باش نتعاملوا مع مادة تاريخية اللي تكون ناضجة وقادرة باش تبني المتلقي من ناحية ديال الفهم دياله لما حدث بالفعل في الماضي دياله اشتركوا في القناة